وعودة إلى اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها السبع وسبعين في نيويورك حيث تشهد جلسات الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا العام عددا من القضايا من أهمها أزمة المناخ ونقص الغزاء وارتفاع أسعار الطاقة والنقص في إمداداتها وتتصدر الأزمة الروسية الأوكرانية منقشات القادة والزعماء خلال الدورة الحالية وقد منحت الجمعية العامة للأمم المتحدة الرئيس الأوكراني فولودومير زيلانسكي موافقة استثنائية لتوديه كلمة عبر الفيديو كونفرنس دورة جديدة للجمعية العامة للأمم المتحدة تأتي في خضم عدد كبير من القضايا والملفات التي ربما لم يواجهها العالم من قبل الأزمة الروسية الأوكرانية وأزمة المناخ ونقص الغذاء وارتفاع أسعار الطاقة والنقص في إمداداتها فضلا عن أزمة التضخم وتهديدات الركود الاقتصادي العالمي عناوين بارزة لقضايا حيوية ستكون محل نقاشات بين الزعماء والقادة الذين سيلتقون حضوريا للمرة الأولى عقب انقضاء تحدي فيروس كورونا جلسات الجمعية العامة هذا العام ستشهد سجالا حادا بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية بين الطرفين موسكو وكييف من جهة وبين موسكو والغرب من الجهة الأخرى وذلك حول مستقبل أوكرانيا ودعم الولايات المتحدة والدول الغربية لها في مواجهة القوات الروسية والجهود الحثيثة التي يبذلها المجتمع الدولي لإنهاء الحرب حتى لا يؤدي استمرارها إلى تفاقم أزمات الغذاء والمناخ التي تعاني منها بالفعل العديد من دول العالم الجمعية العامة منحت خلال هذه الدورة الرئيس الأوكراني موافقة استثنائية لتوجيه كلمة عبر الفيديو كونفرانس على الرغم من أن القواعد المعمولة بها في هذا الصدد هي ضرورة حضور المتحدث أمام الجمعية العامة من أجل إلقاء كلمته ولطالما طالبت أوكرانيا مجلس الأمن والجمعية العامة بإصدار المزيد من قرارات الإدانة لروسيا بسبب العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا ومن المتوقع أن يركز قادة العالم خلال هذه الدورة على ربط الحرب في أوكرانيا بأزمة نقص الغذاء التي يعاني منها العالم حالياً في محاولة لتصديط الضوء على الأزمة الأوكرانية وعدم اعتبارها قضية تخص أوروبا فقط هذا وتتبادل روسيا والغرب لاتهامات بشأن من المتسبب في أزمة الغذاء الحالية والنتجة عن عرقلة تصدير واردات أوكرانيا من الحبوب لدول العالم وخاصة الدول الأفريقية اشتركوا في القناة